بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان المتتاليات العددية لشعب التسيير واقتصاد للثالثة ثانوي رقم واحد أنصحكم بمتابعته لأنه تمرين رائع وشامل حيث قال إيلي آن متتالية معرفة على آن يعني على آن يعني مجموعة العداد الطبيعية حيث إيلي سفر يسعينا واحد ومن أجل الآن أكبر أو يسعينا واحد عندنا العبارة التلاجعية إيلي آن زائد واحد سعينا إيلي آن ناقص واحد على إثنان واحد قال أحسب إي واحد وإي اثنان وإي ثلاثة ثانيا قال آلفا عدد حقيقي غير معدوم يعني لا يساوي السفر من أجل كل عدد طبيعي آن نضع فيلي آن تسعينا إيلي آن زائد آلفا واحد عندنا قال عين قيمة العدد آلفا التي تكون من أجلها المتتالية فيلي آن هندسية بعدها قال عبر عن فيلي آن بدلالة آن بعدها ثم قال استنتج عبارة إيلي آن بدلالة آن ثالثا قال أدرس اتجاه تغير المتتالية إيلي آن رابعا قال عين نهاية المتتالية إيلي آن خامسا قال أحسب بدلالة آن المجموعة أس آن يسعينا إي صفر زائد إي واحد زائد إي اثنان إلى غاية إيلي آن ثم أخيرا قال استنتج لميت آس آن على آن لما آن يؤل إلى زائد ملانية إذن لننطلق على بركة الله في الشرحة المفصل إذن ننطلق أبنائي في الإجابة على السؤال الأول قال أحسب إي واحد وإي اثنان وإي ثلاثة دائما لما يعطينا هذه العبارة التلاجعية هذه هي التي نستغلها لحساب هذه الحدود في رأيكم هنا كم نضع في هذا المكان كما أضع بالنقطة الحمراء كم نضع حتى لآن حتى إذا جمعنا هذه آن مع الواحد تعطينا إي واحد أكيد نضع هنا صفر وبما أن وضعنا هنا صفر كذلك في هذا المكان نضع صفر لأن الآن يأخذ صفر تصبح لنا إي صفر زائد واحد أكيد هي ماذا هي إي واحد يسيوي لأن هنا آن زائد يعني الصفر زائد واحد هي إي واحد ثم عندنا إي صفر ها هو إي صفر إي صفر كم قيمته؟ انظروا كم هي هذه واحد نقتي بها ونضعها هنا حتى تفهموا جيدا فتصبح لنا ماذا تصبح لنا صفر عفوا تصبح لنا واحد ناقص واحد على إثنان لماذا لأن E0 ها هو قيماته تسمى العبارة التراجعية لا يمكن أن نقوم بحساب E1 إلا إذا علمنا E0 فتصبحنا 1 ناقص 1 لهو 0 على 2 إنه 0 إذن وجدنا أن E1 يساوي 0 هذا الجزء الأول ثم بنفس الخطة أبنائي نأتي بنفس هذه العلاقة كم نضع هنا نعطي للآن حتى إذا جمعنا هذا مع هذا نتحصل على E2 أكيد نضع هنا واحد ونضع هنا واحد فتصبح لنا E1 زائد واحد لهي كم؟ لهي E2 يساوي لنا E1 ها هي قيمته لاحظتم؟ تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا 0 ناقص 1 على 2 وتساوي لنا ناقص 1 على 2 إذن وجدنا أن E2 يساوي لنا ناقص 1 على 2 بنفس الخطة الآن نقوم بحساب E3 E3 هنا كم نعطي للآن حتى إذا جمعنا هذا مع الواحد تعطي لنا كم تعطي لنا ثلاثة؟ أكيد نضع العدد 2 وهنا E2 فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا E3 هذه وهي E2 زائد واحد وهي E3 تصبح لنا E2 E2 ها هي قيمتها لاحظتم؟ تسمى المتتاليات تلاجعي يعني لا يمكن أن نقوم بحساب حد إلا إذا كنا على علم الحد الذي قبل فنأتي بهذه القيمة ونضعها هنا فتصبح لنا ناقص 1 على 2 ناقص 1 على 2 تصبح لنا هنا أكيد نوحد المقام 2 تصبح لنا ناقص 3 على 2 على 2 كسر على كسر أنه هذا يبقى وهذا في الأصل على 1 ينقلب فتصبح لنا ناقص 3 على 2 في 1 على 2 فتصبح لنا البسطح والبسطح والمقام في المقام تصبح لنا ناقص 3 على 4 إذن إي لثلاثة تسين ناقص كم ثلاثة على أربعة ها قد الآن قمنا بحساب هذه الحدود الثلاثة لو طلب منا حساب إي لأربعة كيف كذلك نفس الشيء نضع هنا الثلاثة ونضع هنا الثلاثة فطبعنا إي ثلاثة زائد واحدة هي إي أربعة وطبعنا إي ثلاثة ها هي قيمتها نأتي بها ونضع هنا معناها الإشكال في هذه إذا أخطأنا في الحد الأول معناها في الحد مثلا هذا إي واحد فاعلموا أن كل هذه الحدود سوف نتحصل على نتيجة خاطئة لهذا أحذركم دائما كنوا حذرين في عملية التعويض وإكمال الحساب فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى الثلاثة الثانية قال ألفا عدد حقيقي غير معدوم يعني لا يساوي السفر من أجل كل عدد طبيعي أن يعني لما يقول من أجل كل عدد طبيعي أن معناه أن ينطلق من الصفر نضع قال في لآن تساوي إي لآن زائد ألفا قال عين قيمة العدد ألفا التي تكون من أجلها المتتالية في لآن هندسية هنا أرجوكم ركزوا جيدا أولا نكتب عنوان الجواب تعيين قيمة ألفا حتى تكون المتتالية التي اسمها في لآن هكذا بين قوسين كيف هي هندسية لاحظوا جيدا أولا متى نقول على المتتالية أنها هندسية نقول تكون في لآن متتالية كيف هي هندسية إذا وفقط إذا تحقق الأمر كماذا أن في لآن ركزوا جيدا زائد واحد يساوينا في لآن في ماذا في كي هذا هو متى تكون متتالية متتالية هندسية إذا قلنا في لآن زائد واحد يساوينا في لآن في كي حيث هذا كي هو أساس هذه متتالية وهو عدد كيف هو ليس طبيعي إنما حقيقي لكن هنا لم يقل بره على أن المتتالية هندسية بل قال عين ألفا هذه قيمة ألفا ركزوا هنا أرجوكم يا أبنائي إذن أولا يجب علينا أن نجد هذا الأمر ثم زائد شيء نجد شيء هنا فيه ألفا يجب علينا أن نقول أنه يساوي السيور هكذا حتى تفهموا إلى هذا السؤال لأن السؤال لم يقل بره أنها هندسية إنما قال عين قيمة ألفا حتى تكون هندسية نحن نقول على المتتالية هندسية إذا تحقق فيها هذا الجزء أن في لآن زائد واحد يساوينا في لآن في كي وهنا بما أن قال عين قيمة ألفا فأكيد سوف نجد زيادة هنا نقول عليك أنت أن تذهب إلى الصفر إذا ذهب هذا الجزء إلى الصفر فيتحقق لنا هذا التعريف مما يجعل المتتالية هندسية أرجو قد فهمتم إن لم تفهموا حفظوا هذه الفكرة أرجوكم تعالوا الآن ننطلق رويدا رويدا على هذا إذن عندنا هذه العبارة هنا ونطلق أولا ننطلق نقول V لآن زائد واحد ماذا تساوي إذا وضعنا هنا زائد واحد هنا كذلك نضع زائد واحد تصبح لنا V لآن زائد واحد ثم عندنا زائد ألفا لكن هنا عندنا إي لآن زائد واحد ها هي قيمتها قد أعطيت لنا في الجزء الأول نأتي بها ونضعها هنا واركزوا أرجوكم حتى تفهموا فتصبح لنا تساوي ماذا تساوي إي لآن ناقص واحد على إثنان زائد ألفا لم أفعل شيء إنما هذه إي لآن زائد واحد عودتها بما يساويها ثم يمكن الآن أن نأتي إلى هذه العلقة ركزوا جيدا نقول كذلك لدينا أن V لآن تساوي لنا إي لآن زائد ألفا أين هذا الكلام؟ ها هو أمامكم ركزوا لو نأتي وننقل هذا إلى هنا فماذا ينتج؟ ينتج لنا أن V لآن ناقص ألفا يساوي لنا إي لآن يقول أحدكم لماذا تفعل؟ لأن علي أن أصل أن V لآن زائد واحد ساوينا V لآن في كي زائد هذا الشيء نجعله يساوي السفر لكن نحن هنا عندنا إي لآن يجب أن نتخلص من إي لآن لأن هنا البرهان يقول V لآن إذن نأتي بهذه القيمة هنا إذن قلت وهذه نأتي بها ونضعها هنا لماذا لأن قلت ها هو التعريب V لآن في كي ليس إي لآن حتى نفهم جيدا فماذا ينتج؟ ينتج لنا أن V لآن زائد واحد تصبح لنا تساوي آتوا هذه عوضوها في مكان الإي لآن فماذا ينتج؟ ينتج لكم هكذا V لآن ناقص ألفا ناقص واحد على إثنان زائد ألفا لماذا؟ لأن هذه عوضناها بهذا لماذا أعيد؟ لأن U لآن قلنا أن تسعنا V لآن ناقص ألفا بعدما نقلنا هذا الآن ركزوا بدأت الأمور تتوضحوا جليا وتابعوا أرجوكم الآن نأتي الآن لأن نقوم بهكذا نقول V لآن زائد واحد تساوي هذا يأخذ كسره لوحده وهذا لوحده وهذا لوحده لأن عندنا توحيد المقام وعندنا تفكيك يعني كل واحد يأخذ مقامه لوحده تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا V لآن على هكذا V لآن على إثنان ناقص ألفا على إثنان ناقص واحد على إثنان ثم زائد ألفا أرجو قد فهمتم يا أبني هنا بما أن وصلنا إلى هذا الأمر قلت كل واحد يأخذ مقامه لوحده حتى تكتب هكذا الآن تصبح لنا V لآن زائد واحد يساوي هذه في الأصل كيف تقرأ؟ تقرأ V لآن في نصف يعني V لآن في واحد على إثنان قلت تقرأ لأن هذه في الأصل مكتوبة V لآن في نصف ناقص انظروا وتابعوا أرجوكم ناقص هنا ألفا على إثنان ناقص واحد على إثنان زائد ألفا نحن قلنا علينا أن نتحصل على هذا الشيء أما هذا فيذهب إلى الصفر هل تلاحظون أن هذه الكتابة هذه أصبحت تشبه هذه القاعدة؟ نعم نقول تكون V لآن متتالية كيف هي؟ هندسية أساسها كي يساوي انظروا ها هو الأساس أساسها كي يساوي أنه واحد على إثنان إذا كان ماذا؟ إذا كان كل هذا الجزء قلنا عليه أنه يذهب إلى الصفر فتصبح لنا ماذا؟ ناقص ألفا إذا كان ناقص ألفا على إثنان ناقص واحد على إثنان زائد ألفا يساوي الصفر أرجو قد فهمتم لأن نحن هنا لا نبرح على أن المتتالي هندسي إنما قال عين قيمة ألفا حتى تفهموا جيدا إذن فتحصلنا على هذه الكتابة وقلنا نقول على المتتالية أنها هندسية إذا كان هذا الجزء يذهب إلى الصفر تعالوا الآن نقوم بحل هذه المعادلة حتى نجد قيمة ألفا التي تجعل المتتالية أنها متتالية هندسية الآن يمكن أن نوحد هنا المقام هكذا فتصبح لنا هذا مع هذا إثنان ألفا ناقص ألفا اللي هي ألفا على إثنان ناقص واحد على إثنان يساوي الصفر ننقل هذا إلى هنا صبح لنا ألفا على إثنان تساوينا واحد على إثنان ومنه ألفا تساوينا واحد على إثنان على واحد على إثنان لأن هذه تقرأوا هكذا تتفهموا جيدا هذه هي نفسها ألفا في واحد على إثنان أرجو قد فهمتم وبعدها يذهب هذا مع هذا أصبح أنا ألفا كم تساوي ألفا تساوي لنا واحد فقط إذن ما هي قيمة ألفا التي تجعل المتتالية ذي لآن هندسية نقول قيمة هكذا قيمة ألفا حتى تكون ذي لآن متتالية هندسية هي أن ألفا يساوي لنا واحد فقط أرجو قد فهمتم هذا يا أبناي أرجوكم تابعوا جيدا إن لم تفهموا أعدوا الفيديو في هذه النقطة حتى تفهموا هو لم يقل برهن أن المتتالية هندسية لو قال برهن على أن المتتالية هندسية لقلنا هكذا حتى تلاحظون لقلنا أن لكن السؤال جاء بسيغة أخرى قال عين قيمة ألفا لتعين قيمة ألفا قلت علينا أن نأتي وتصبح كتابا زائد هذا الجزء ليس ألفا فقط إنما جزء قلت يحتوي على ألفا لهو ها هو أمامكم هذا نقول عليه إنك يجب عليك أن تذهب إلى الصفر حتى يبقى شرط المتتالية الهندسية صحيح بعدها قمنا بحل معدلة فوجدنا أن الألفا يساوي لنا واحد معناه هنا نضع واحد حتى تفهموا جيدا معنى صبح لنا ذي لأن سيناوي لأن زائد واحد فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال وإن لم تفهموا أعيدوا عدة مرات حتى تفهموه قال عبر عن في لأن بدلالة أن إذن نكتب هنا وهي عبارة الحد العام إذن نكتب هنا التعبير عن في لأن بدلالة أن نحن ماذا وجدنا؟ وجدنا أنه في لأن عندنا هي إي لأن زائد ليس ألفا الآن ألفا قد وجدنا قيمته هو واحد يعني نكمل التمرين على أساس أن آلفا هو دائما واحد ركزوا ومنه لاحظوا جيدا أولا بما أن المتتالية متتالية فتقول في لأن عبارة الحد العام لأن هي في يساوينا في لبي في كي قوة ناقص بي لكن هي تنطلق من عندنا إي لسفر كم يساوي؟ قلنا واحد قلت يساوينا واحد فتصبحنا في لسفر كم يساوي؟ هذه القيمة نأتي بها ونضع هنا لماذا؟ لأن تصبح لنا في لسفر في لسفر تصبح لنا إي لسفر زائد واحد تصبح لنا إي لسفر زائد واحد الإي لسفر نأتي بها إلى هنا تصبح لنا في لسفر يساوينا واحد زائد واحد ويساوينا كم؟ ويساوينا اثنان إذن تصبح لنا هكذا ركزوا تصبح لنا في لآن يساوينا في لسفر في كي قوة لماذا أبنائي لأن المتتالية هذه U لأن انطلقت من سفر فالأخرى كذلك تتبعها وتصبح من V لسفر فنعوذ هنا بالسفر وهنا بالسفر فصبحنا V لسفر في Q و أن لاحظتم إذا كانت المتتالية تنطلق من V لسفر فصبح عبارة الحد العام لديها V لأن يصبحنا V لسفر في Q و أن نأتي بهذه القيمة إلى هنا والأساس وجدناك أنه كم إنه واحد على إثنان نأتي به ونضعه هنا فصبحنا V لأن يسوينا إثنان في واحد على إثنان الكل قوة آن لماذا لأننا قلت بما أن المتتالية انطلقت من الصفر فنقول V لأن سوينا V لسفر في Q قوة آن V لسفر ها هو يحسابه هنا عوضه هنا بالصفر وهنا بالصفر صبحنا V لسفر يسوي U لسفر زائد واحد لكن U لسفر أعطيت لنا في نص التمرين أنها واحد فتصبح لنا هنا نعوض واحد زائد واحد وإثنان نأتي إلى هنا نعوض بالإثنان وهنا الأساس وجدناها نصف فتصبح لنا نصف قوة آن ها هي عبارة الحد العام للمتتالية الهندسية بعدها ماذا قال قال استنتج عبارة إي لأن إذن نكتب هنا عنوان هكذا فقط نكتب استنتاج عبارة إي لأن أكيد كذلك بدلالة آن لاحظوا هنا الأمر جد جد بسيط ما رأيكم أبناء أن نأتي بهذا ونضعه هنا فتصبح لنا ماذا تصبح لنا إثنان في واحد على إثنان الكل قوة آن ناقص واحد ماذا يساوي يساوي لنا إي لأن ها هي عبارة الحد العام لهذه المتتالية إي لأن بدلالة آن أرجو قد فهمتم لأن من الأصل أن هذه المتتالية في لأن هندسية نعرفها أما هذه المتتالية تراجعية لا يمكن أن نعرف عبارة الحد العام لديها إلا إذا استنتجناه لهذا قان استنتج فقط يعني تسمى هذه الأوليان متتالية استنتاجية لأنها ليست حسابية وليست هندسية فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى سؤال آخر مهم قال أدرس اتجاه تغير المتتالية لكن إي لأن ليس في لأن إذن نكتب هنا دراسة اتجاه تغير المتتالية التي اسمها إي لأن ركزوا جيدا نقول هكذا ندرس إشارة الفرق من هو الفرق الذي هو معروف وإي لأن زائد واحد ناقص إي لأن إذا وجدنا هذا الفرق قيمة مجابة فنقول متزايدة وإذا وجدناه سالبة نقول متناقصة وإذا وجدناه صف نقول ثابتة حتى تفهموا جيدا نحن ماذا نملك أن إي لأن يساوي ها هي ماذا نملك ركزوا ها هي القيمة التي نملكها أن إي لأن يساوي إثنان في واحد على إثنان الكل قوى أن ناقص واحد الآن إذا أتينا لكن هنا هذه القيمة معوضة هنا وإي لأن زائد واحد بماذا تعوض إي لأن زائد واحد يساوي إذا وضعنا هنا زائد واحد فنضع هنا زائد واحد حتى تفهموا جيدا فاصبح لنا ماذا تصبح لنا إي لأن زائد واحد سينا إثنان في واحد على إثنان الكل قوى أن زائد واحد ثم ناقص واحد هنا على السطر تعالوا الآن نأتي هذا يعوض هنا وهذا يعوض هنا ونكمل إشارة الفرق تعالوا نطبق فاصبح لنا هكذا إي لأن زائد واحد ناقص إي لأن يساوي إي لأن زائد واحد هو إثنان في واحد على إثنان الكل قوى أن زائد واحد ناقص واحد ناقص إي لأن لهو إثنان في واحد على إثنان الكل قوى أن ناقص واحد هكذا لأن علينا أن نحترم هنا الأقواص احذروا أن لا تحترموا عبارة هذه لأن هنا هذه فيها حدين فيها هذا الزوء فهنا ضعوا الأقواص بعدها ماذا ينتج؟ تصبح لنا تساوي إثنان في واحد على إثنان الكل قوى آن زائد واحد ناقص واحد ثم الناقص يدخل هنا صبح لنا ناقص إثنان في واحد على إثنان الكل قوى آن والناقص يدخل إلى هنا صبح لنا زائد واحد يذهب هذا مع هذا تصبح لنا إي لآن زائد واحد ناقص إي لآن يساوي ماذا يساوي؟ يساوي أن إثنان في واحد على إثنان قوى آن في واحد على إثنان نركز ثم أشرح لكم ناقص 2 في 1 على 2 الكل قوة لماذا؟ لأن 1 على 2 الكل قوة N زائد 1 تكتب هي ماذا؟ هي 1 على 2 الكل قوة N في 1 على 2 لأن جمع الأسس مثلها كمثل X مربع ما هو؟ هو X في X جمع الأسس 1 و 1 هو 2 كذلك هذه قمت بتفكيكها هي 1 على 2 قوة N في 1 على 2 جمع الأسس يعطينا هذا الجواب حتى تفهموا جيدا حتى تقولوا يا أستاذ لم نفهم عندنا تفكيك الأسس والآن نستخرج العام المشترك عندنا العام المشترك ها هو انظروا هذا ونفسه هو هذا نستخرجه عام المشترك لما نستخرجه عام المشترك ماذا يصبح لنا؟ يصبح لنا 2 في 1 على 2 الكل قوة N ثم إذا استخرجناها من هناك عام المشترك ماذا يبقى لنا؟ يبقى لنا نصف إذن يبقى لنا هنا 1 على 2 ناقص وهنا إذا نزعنا هذا عام المشترك الكثير يقول ليبقى الصفر لا يبقى لنا 1 لأننا نستخرج العام المشترك أعيد النشر تجدوا الكلام ما زال صحيح يعني لما لا تفهموا شيء قلت أعيد النشر سوف تجدوا النفس النتائج إذن إحذروا أن يأتي أحدكم ويقول لما ننزع من هنا هذا عام المشترك ونخرجه هنا يقول يبقى لنا الصفر لا لأن لو يبقى الصفر نضرب هذا يعود إلى الصفر لكن إذا ضربنا في 1 نتحصل على هذه القيمة أرجوكم انتبهوا لكن الآن تصبحنا 2 في 1 على 2 لكل قوة وهنا نوحد المقام 2 إثنان فيصبحنا ما كذا تصبحنا ناقص 1 على 2 لكن هذه القيمة إنها قيمة سالبة تماما لماذا؟ لأن هذا قيمة مجابة تماما وهذا مهما كان هو قيمة مجابة تماما وضرب في الناقص 1 على 2 ضرب في ناقص 1 على 2 أكيد ناقص 1 على 2 سالب نقول ومنه الفرق ومنه المتتالية التي هي إي لآن كيف هي متتالية متناقصة تماما على مجموعة الأعداد الطبيعية يا أبناء إعمانة تماما على آن إذن لما يقول أدرس اتجاه التغير علينا أن ندرس إشارة الفرق وهنا في إشارة الفرق عليكم أن تتعلموا هذه قواعد الأسس فقط بعدما أنهينا مع هذا الجلس سوف نأتي الآن إلى الرابعة قال عين نهاية المتتالية إي لآن إذن نكتب هنا تعين نهاية المتتالية التي اسمها إي لآن أو بصيغة أخرى limit هكذا إي لآن لما أن هنا دون أن يقول لكم فاعلموا أنه يقول إلى زي المال لماذا لأن أن عدد طبيعي نحن ماذا تصبح لنا تصبح لنا هكذا limit إي لآن لما أن يقول قلت مباشرة إلى زي لما يقول أحسب نهاية المتتالية أو عين مباشرة أن الآن يقول إلى زي المال نهاية هنا دقيقوا نقول تقول قاعدة هكذا limit 1 على 2 الكل قوة آن لما الآن يقول إلى زي المال نهاية تساوي صفر لأن هذا 1 على 2 لهو هذا الذي يملك الآن أو آن قوة ناقص واحد أو مش بها ذلك بما أنه محصور ما بين الواحد والناقص واحد قلت ما بين الواحد والناقص واحد لأن هذا إذا حسب هذا نجده 0.5 يعني ينتمي إلى بين الواحد والناقص واحد يعني لما تحسبوا بالآل الحسبة أعطيكم مثال 3 على 4 الكل قوة آن هذه نهاية هذا الجزء يذهب إلى السفر أما إذا عكسنا وقلنا مثلا قلنا 4 على 3 هكذا 4 على 3 الكل قوة آن نهاية هذا الجزء أكيد يذهب إلى الزائمان لأن هذه 1.1 و1.1 لا تنتمي إلى لا تنتمي ما بين النقص واحد أرجوكم قد فهمتم أرجو قد فهمتم إذن لما تجدون هذه القيمة محصورة ما بين ناقص واحد وواحد فاعلموا أنها نهاية عند الزائمان تذهب إلى الصفح مباشرة دون أن تناقشوا كثيرا أما إذا قلنا مثلا 2 قوة آن لمت آن لما يقول إلى الزائمان هذه مباشرة بما أنها لا تنتمي إلى بين النقص واحد والواحد فهذه تذهب إلى الزائمان إلا إذا سبقت هنا بنقص أكيد تصبح لكم هنا ناقص ملا نهاية أرجو قد فهمتم هذه الفكرة إذن بما أن هذا الجزء هذا الجزء ذهب إلى الصفر بهذه القاعدة هذه القاعدة هذه تصبح لنا هنا صفر في ماذا الصفر في إثنان يذهب إلى الصفر ماذا يبقى لكم تبقى لكم إلا هذه القيمة ليكم لأنها تصبح لنا ناقص واحد إذن هذا الجزء ذهب إلى الصفر طبقا لهذه القاعدة والصفر في إثنان تصبح لنا صفر بقية لكم ناقص واحد فان هذه المتتالية تتقارب نحو ناقص واحد فقط ابنائي بعدما انهينا مع هذا السؤال نأتي الان الى خامسا لكن يحتاج الى التركيز خامسا قال احسب بدلالة ان المجموع اس ان يسوي اي صفر زايد اي واحد زايد اي اثنان الى غاية اي لان اذا نكتب هنا حساب اس ان بدلالة ان لكن يا ابناء المتتالية اي لان ليست حسابية وليست هندسية التي هي هندسية هي الفي لان اذا نحن قلت واعيد ان المتتالية اي لان استنتاجية تأخذ كل معلوماتها من المتتالية هذه التي نعلم طبيعة الهي الهندسية نقول هكذا لدينا ماذا نملك نملك هذه القائدة اذا نقلنا هذا الواحد الى هنا فماذا يصبح اصبح اي لان تسوي لنا في لان ناقص واحد ارجو قد فهمتم ارجوكم انتبهوا انقلوا هذا الى هنا اصبح اي لان تسوي لنا في لان ناقص واحد الكل ان فهم الان ابنائي اركزوا ارجوكم الان اذا وضعت هنا صفر وهنا صفر فماذا ينتج ينتج لنا هكذا اي صفر يسوي لنا في صفر ناقص واحد الان اذا وضعت هنا واحد وهنا واحد فماذا ينتج ينتج لنا ان اي واحد يسوي لنا في واحد ناقص واحد الان ضع هنا الاثنان وهنا الاثنان وانتبهوا معي اصبح اي اثنان يسوي لنا في اثنان ناقص واحد تعالوا الان ننزل هكذا ننزل الى غاية هذا الحد تصبح لنا اي لان يسوي لنا في لان ناقص واحد تعالوا الان واركزوا معي ارجوكم هكذا الان اذا جئنا من هنا الى غاية هنا نقول بالجمع يعني نضع جمع عمودي هكذا الان هذا هو اي صفر زائد اي واحد زائد 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 الى غاية اي لان الليس هو نفسه هذا الا ان هذا مكتوب افقي وهذا عمودي نعم اذا اليس هذا اصبح هو هذا الجزء نعم ان يسوي لنا في صفر ناقص واحد ثم زائد اي واحد ناقص واحد ثم زائد اثنان ناقص واحد واركزوا معي زائد إلى غاية Vان ناقص واحدة هكذا لم أفعل شيء حتى يقول أحدكم ماذا تفعل يا أستاذ حتى الآن لم أفعل شيء إنما قمت بجمع هذا مع هذا مع هذا مع 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 إلى غاية هذا الآن تعالوا صبح لنا Sان يساوي عندنا هذه الحدود التي أريكم إياها باللون الأحمر ما هي هي V0 زائد V1 زائد V2 زائد إلى غاية Vان هذا ثم ماذا بقي لنا بقي لنا ناقص واحد ناقص واحد ناقص واحد إلى غاية ناقص واحد هل ناقص واحد بقيت لنا مرة واحدة لا بل بقيت لنا عدة مرات معناه نقول ناقص واحد في كم ناقص واحد تكررت من مرة انظروا انظروا كم من مرة تكررت هذه إن تكررت حسب عدد الحدود عدد الحدود كيف يحسب يقول الدليل الكبير ناقص الدليل الصغير زائد 1 يعني آن ناقص صفر زائد 1 أعيد وأكرر كم عدد الحدود من الصفر إلى غاية الآن تقول قاعدة الدليل الكبير ناقص الدليل الصغير زائد 1 صداق أي صدق يعني دائما عليكم أن تحترموا يالي هو آن زائد 1 فتصبح لنا ناقص واحد هذه. كم كررت من مرة كررت آن زائد مرة يا ابناء ركزون من هنا الى هنا. كم تكررت من مرة تكررت ثلاثة. فنقول ماذا فنقول ناقص واحد في ثلاثة. الان لو تكررت عشرون مرة نقول ناقص واحد كرر ٢٠. الان بما انه كرر آن زائد واحد فنقول ناقص واحد تضرب في آن زائد واحد الآن أصبح لنا الآن هذا الجزء أليس هو مجموع للمتتالية الهندسية في الآن نعم فيصبح لنا هكذا صبح لنا آس آن يساوي هذه إنها المتتالية الهندسية التي درسناها ماذا يقول مجموعها مجموع يقول الحد الأول للمجموع في الأساس هو عدد الحدود عدد الحدود ها هو حسبناه الدجل الكبير ناقص صغر زائد واحد لهو آن زائد واحد ناقص واحد على الأساس ناقص واحد ثم عندنا ناقص واحد هذا هذا الجزء هذا الجزء ها هو قانونه ها هو قانونه يبقى لنا هذا الجزء علينا أن نضعه ونكتبه هنا يعني ناقص واحد في ماذا أو نقول هنا هكذا حتى تفهموا جيدا ولا تخطيت الأمور عليكم هكذا ثم عندنا هنا زائد في ناقص واحد في آن زائد واحد ها قد الآن قمنا بحساب هذا الجموع لكن علينا أن نكمل هكذا ركز إذن كيف نكمل تصبح لنا هنا عندنا الفيلي سفر وجدناه أنه هو اثنان وهنا يمكن أن نوحد المقام هكذا دقيقوا الآن ها قد إنتهى إلى هذا الجواب تصبح لنا آس آن يساوي يساوي هنا لما نحسب هذا الجزء ركزوا أرجوكم هذا الجزء اللي يصبح لنا هو ناقص واحد على اثنان هذا ينقلب أعيد ينقلب لأن كسر ها هو كسر واحد اثنان على واحد على ناقص واحد على اثنان ينقلب فاصبح لنا هذه تضرب هذه أعيد أبنائي اثنان على واحد الكل على ناقص واحد على اثنان تساوي أن اثنان على واحد في ناقص اثنان على واحد حتى تثفموا جيدا لأن هذا ينقلب أرجوكم هذه قواعد الكسر عليكم أن تكونوا على ديرابها فاصبح لنا ناقص أربعة في واحد على اثنان الكل قوة آن زائد واحد هكذا ناقص واحد ثم ناقص واحد في آن زائد واحد هذا هو المجموع آس آن بدلالة آن حتى لا نكثر عليكم الكلام إذا أعطيت لنا هذا المجموع الذي هو قال بما أن عندنا نحن إي لآن وجدنا أنها هي ذي لآن ناقص واحد يمكنك أن تبسط الأمور تقولون بما أن هذا مجموعه كم اسمه آس آن يمكن هذا أن نسمي مجموعه ماذا هو آس آن فتحة ناقص واحد كم كم كرر هذا النقص واحد حسب بما أن هنا انطلقت المتترين من إي لصفر إلى غاية إي لآن فقولوا الدليل الكبير ناقص الصغير زائد واحد يعني آن وننقص له صفر هو آن ونضيف واحد دائما هذا الواحد يجب أن تضعوه سبحانا آن زائد واحد ثم اذهبوا إلى هذه قوموا بحساب مجموع اللي هو آس آن فتحة يستوينا عدد حد الأول في الأساس قوى عدد الحدود ناقص واحد أعالي الأساس ناقص واحد ثم احسبوا هذا الجزء وضعوه هنا وهو الجواب يعني هنا حتى تفهم وقمت بالتلخيص مباشرة إذا أعطيت لكم متتلية من هذا النوع قوموا بحساب مجموع هذه وهذا الناقص واحد اضربوه في عدد الحدود إذا كان هنا عندكم ناقص ثلاثة فقولوا الناقص ثلاثة في آن زائد واحد لكن ليس في هذا المكان إنما في جزء المجموع ليس في جزء العبارة فارقوا باب بين العبارة والمجموع المجموع هو الذي يضرب هذا يضرب العدد العدد في آن زائد واحد أرجو قد فهمتم إن لم تفهموا أعيد الفيديو في هذا المكان ولو عشر مرات حتى تحفظوا الفكرة فقط بعدما أنهينا مع هذه الزنات الآن إلى السؤال الأخير لكن ركزوا قال استنتج لمت أس آن على آن لما آن يؤل إلى الزائد ما لا نهاية لاحظوا الأمر جد بسيط سبحانها لمت الأس آن على آن آس آن لهو ناقص أربع في واحد على اثنان الكل قوة آن زائد واحد ناقص واحد هكذا ثم عندنا نا زائد ناقص واحد في آن زائد واحد هكذا على ماذا على آن لما الآن يؤل إلى الزائد ما لا نهاية هنا يمكن أن نقول هذا على هذا ثم زائد هذا على هذا ونحكم بحساب النهاية عادي لكن نحن ماذا نلك حتى تفهموا جيدا نملك أنه ليمت واحد على اثنان الكل قوة آن لما آن يؤل إلى الزائد ما نابرها في الأول أنها الصفر معنى هذا الجزء كليا يذهب إلى الصفر فماذا يبقى لنا يبقى لنا هكذا لاحظوا وانتبهوا تصبح لنا هكذا انتبهوا هكذا تصبح لنا ليمت ناقص أربعة في واحد على اثنان الكل قوة آن زائد واحد ناقص واحد على آن ناحظوا هكذا لما أكيد آن يؤل إلى الزائد ما لا نهاية ثم زائد ناقص واحد في آن زائد واحد على آن ها هو هكذا قلت بالتفكيك لكن هذا بما أنه يذهب إلى الصفر فتبقى لنا ماذا تبقى لنا ناقص أربعة في ناقص واحد لهي أربعة أربعة على ماذا أعلى مال نهاية لأن الآن يؤل الآن إلى زائد ما لا نهاية تصبح لكم أربعة على ما نهاية فهذا كليا يذهب إلى الصفر كليا هذا الذي أضعه هنا يذهب إلى الصفر لماذا لأن هنا هذا هذا ذهب إلى صفر تبقى لكم ناقص أربعة مضروبة في ناقص واحد هي أربعة أربعة يعني تبقى لنا أربعة على آن لكن الآن إذا عوض بالمال النهاية أربعة على المال النهاية أكيد هو الصفر فماذا يبقى يبقى لنا هذا الجزء نقوم بحسابه لهو الليمت ناقص واحد في آن زائد واحد على آن لما آن يقول إلى زائد ما لا نهاية بما أن هذه دالة كيف هي دالة نسميها ناطقة أو دالة كسرية حتى تفهم تقول أكبر حد على أكبر حد يعني نصبح لنا هكذا الليمت انشر هذا هنا وانشر هذا هنا نصبح لنا ناقص آن ناقص واحد على آن لما آن يقول إلى زائد ما يذهب هذا مع هذا تبقى لنا ناقص واحد إذن هذه ذهبت إلى ناقص واحد إذن النهاية تعطي لنا ناقص واحد إذن نقول وليس بالضرورة إذا وجدنا هنا ناقص واحد معنا هنا ناقص واحد إلا أنها جاءت في هذا التمريل هكذا أنها نهاية المجموع ونهاية متشبهة لكن حتى أصلاً ليس المجموع إنه آسان على المهم هذه النتيجة لا يعني أنها نفسها هي الميت أولئة حتى نفهم جيداً هكذا قد وصلنا إلى نهاية هذا التمرين كما أرجو أن الله جل وعلا قد تستفيد من هذا التمرين كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والطرح على رحمة الطهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نوردين ليصلكم جديداً باستمرار وثقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته